هل أهلي الدوري غير أهلي كاس في عداء؟ هو التاريخياً الأهلي في الدوري أفضل دائماً يعني دائماً بيعتبر بطولة الكاس بس هي السنة دي بقاله ثلاث سنين بيوصل لنهاي الكاس فهو التاريخياً الأهلي بيهتمل ببطولة الدوري أكتر من الكاس ورغم ذلك هو الأقصى تتويجاً ببطولة كاس مصر عنده 37 بطولة مقابل 28 بطولة للزماركي يعني حتى في خلالской السنان الأخيرة الزمارك بيأخد الكاس أكتر من الأهلي بس الأهلي بطولة الكاس ذي بتاع موسم 2021-2022 وموسم ده الأهلي ما خادش خارج ما خادش الدوري وما خادش بطولة أفريقيا ففضله بطولة الكاس فهو نفسه بقى ياخد الموسم ده مش طالعbal والزماركي واخد دوري وكاس فذا الدافع يعني عايز يكسر فكرة أن الزماركي واخد دوري وياخد دوري وكاس زي الموسم من ال� 실�波 فهو مركز في بطولة الكاس المرة دي عشان ياخد بطولة الكاس و خصوصاً الكاس الاخير خسره قدام الزمالك فهو برضو كان عايز عود فده كان حافز جامع جداً ان هو ياخد يعني يركز بطولة الكاس وكمان جيل حافز ان الزمالك خسر قدام بيرامد فاصبح كده الفرصة اكبر ان هو ايه فرصة ان ياخده الكاس اكتر من من الموسم اللي فات. طيب عايزين نرجع مع حضرك لمبارات مبارح والاستراتيجية لكل اللاعب بيها مبارح وانه يخلص الموطش بدري بدري تلات الجوان في الشوت الاولاني شفت ده زي مبارح. هو ده طبعاً سيناريو ما كانش متوقعه طبعاً اكيد يعني خصوصاً الموطش الاخير ما بين قدام سموحة انتهى بتعادل وكان جيم دفاعي جامد من سموحة وكان ده متوقع برضو ان يبقى نفس نفس الفكرة ان طارق العاشر معروف انه بيلعب جيم دفاعي فكان متوقع انه يبقى فالهدف اللي جي بدري سهل المهمة شوية جدل القرى يعني سهلاً مهمة فالجي لهدف التاني بعدها فخلاص الجيم انتهى فخلاص بسموحة ما بقاش عنده عنده اي خلاص الجيم قرب للاهل اكتر فده سهل المهمة اكتر فتبتم مش السيناريو كده بتدالين الشوت التاني قرى ابتدى يرايح ايجرب çaفقات جديدة بقى وايرايح العيبة خلاص الجيم انتهم الشوط الاولاني. ام فابتدى شووت تاني يجرب بقى صفقات الجديدة زي كريستو وآآ مروان عطية وخال الطالة عشان يدون برضو حساسية المباريات فصلاً هو جاي بقى عنده بطول الكاس العلم للأندية من أول فبراير لحد 11 فبراير فعنده ده هدف كبير فلازم يجهز كل الصفاقات تبقى جهز عشان اللي يستعين بيوم في بطولة كاس العاملاً ده وكمان عنده مطش مهم جداً مطش الكمة مع الزمالك يوم السبتة في الدوري وده مطش يعني هيبقى محوري في بطولة الدوري استنادي جداً نتكلم عنه طبعاً لكن خلينا نتكلم عن نزول محمود عبد المنم كهرباء بعد فترة كبيرة من الإقاف آخر مباراة لعبها كانت في مايو اللي فات ففترة كبيرة قوي من الإقاف اعتماد مارسل كولر عليه في هذه المباراة وأنه كمان ينزله مهاجم وده مركز هو ما بيلعبوش فهل شايف أنه كان اختياره أو الاعتماد عليه كان اختيار موفق هو بالفعل كرأس حربة طبعاً هو بالفعل أدى الأداء المطلوب بس هل كان فيه تخوف من نزوله؟ خلينا بتفقيني أنه كولر حتى من تصرحاته في الفترة الأخيرة عنده مشكلة أساسية في المهاجم هو قتال قال ده في مؤتمر صحيح مره أنه عنده مش عاد ما عندهش مهاجم يعني هو فيه مهاجمين بس هم مش مقتنع بأداءهم من الفترة الأخيرة وفرص كتير بضيئة محمد شريف يعني حتى كل مطلوب يجرب مره محمد شريف مره شهاد حسين مره برسيته قبل ما يتعرض للإصابة فهو عنده مشكلة في الجزئية دي وهو الأهلي بسابق الزمن عشان الخاطر يجيب مهاجم أفريقي قبل كاس العالم الملندية في الملكات والشيط والحالي فبسابق زيبا عنده مشكلة فهو طول الفترة اللي فاتت قهرابا معاه في التدريبات وبيجربه وهو مقتنع بقهرابا جدا يعني هو مقتنع بيه كالعيب وكان من ضمن الحاجات العمال يقول لا أنا عايزه عايز أجربه عايز مستني بفارغ صبر اللي قافي انتهي أو دفع الغرامة العالية عشان يبدأ يلعب فهو اللقاف انتهي يوم 11 11 يناير رسمي بس الأهلي ملعبش كهرابا كان متخوف الأهلي بقدم يلعب كهرابا كان عايز مستند رسمي من اتحاد الكرة عبر الفيفا ان هي خلاص فعلا لا ان هو متاح قانونيا عشان نفيش مشكلة كده كده الزمالك بيجهز شكوى جديدة ان الزمالك لما يتحصل حتى الآن على قيمة الغرامة فالزمالك عمل شكوى جديدة هيتم النظر فيها وحاسم موقف كهرابا الفترة اللي جاي تاني هل هيتوقف ولا هل هيتحدد معاه المحدد يسدد الزمالك على حسب قرار المحكمة الدولية فنرجح تاني نقول لكولر لا هو كان عايز يشوف كهرابا وطبعا هو جربه مهاجم ان هو مش مقتنع بأداء المهاجمين اللي موجودين حاليا في النادي الأهلي فجرب كهرابا وكهرابا زي ما حضرتك قلت لا أدى كويس وعمل اتنين أسست ان بيارح وجاب هدف فرغم ان هو الغياب كان على قدر كبير من اللياقة يعني كأنه ما كانتش بقيله فترة لا هو لسه اللياقة طبعا لا لسه طبعا بتتكلم في ان هو أكتر من سنة ما بيلعبش مع الأهلي هو خد تجربة شوية في تركيا مع هطيز بور التركي وبعدين رجع تاني بهم من ساعات عشان اللي كوف ما بيلعبش بقى لخمسمائة داخل على خمسمائة يوم ما بيلعب لكن الكلام الكتير خلى عنده الدوافع ان هو ينزل ياكل ملعب زي ما بنقول اه طبعا ده يفع وطيليل ان هو غيره في الشيط التاني مش مش فكرة لا عشان برضو اللياقة لسه برضو مش مش فت قوي فطبعا هو هيغيره مش هيكمل المبارات تستعين دقيقة يعني بس فقهرابة لا يعني قدى قدى وهو قهرابة بالنسبة طبعا يعني موهبة وهو كبيرة جدا يعني فيه الجيل بتاع كهرابة ده هو وصالح جمعة ده كان جيل قوي جدا بس فيه مشاكل عندهم دايما المشاكل مترضوهم فده عطى القهرابة كتير يعني قربة لو تركيز بس في الملعب وكان مركز في الملعب لأ كان زمانه في حتة تانية يعني يعني دايما فيه مواهب عندنا زيه زي شيكبالة زي فيه مواهب عندنا كده بس الظريف المحيطة بسعب التعطى لهم وهم هو حتى نفسه في موقف كده برضو المشاكل الزمالك وبعد كده ساب الزمالك وراح الالي فده عمله أزمة جبيرة طيب حضاري قد تتكلم عن الصفقات الجديدة وإحنا قلص يعني أقل من شهر على بطولة كاس العالم الأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهل المصري شوفت مبارح إزاي الصفقات الجديدة واحد وحد كده أنا وحنتكلم على مشاركتهم وراوان عطية وكريستو شوفت مشاركتهم إزاي في المباراة يعني كتقييم أولي هو طبعا ويعني صعبا نحن نقيمهم دلوقتي هما لسه يعني اللعبه نص ساعة تقريبا فلسه صعبا هو يتقيمه دلوقتي بس يعني هما بيباني يعني مثلا كريستو اللعب التونسي لا في واضح من هو عنده لمسة كويسة ونجريء رغم الصغر سنه ونجريء بالكورة ويروح وبيهاجم فالبوادر بتقول لا أنه هو يعني صفقة هتبقى كويسة لو استمر على نفس الاداء والتزام وتكتيكي ولعب وخد فرص محتاج عشان نحكم عليه ياخد فرص كتير عشان نحكم عليك بس هو واضح من البداية أنه هو لمسته كويسة همار وان عطية كان متقلق في الاتحاد جدا فجاي عشان يبقى بديل عمرو سولية ومبارح كان عمرو سولية غايب للإصابة فطبعا هو اعتمد طبعا على حمدي وحمدي فتحي وإليا دوينج فطبع صعب أنه يدى فرصة المورانة عطية على طول فالداله مش هو تاني لأ كان نازل برضو عنده جرأة وعنده جرأة لللاعب وواخد بس لسه طبعا لسه اللعب مع الجنبه محتاج وقت بالنسبة لخالد لا الوقت ما أصعفوش يسا ما داش نحكم قوي برضو في الباكليمين خصوصا أن محمد هاني كان برضو منبارح لأ لعب ماتش كويس وكان هاني الفتاة دي بتاده يستعيز الثقة بعد غياب كبير جدا هو رجع طبعا بعد إصابة أكرم وبعده كريم فؤاد بالصليبي فهاني لأ الفترة يعني الماتش دا والماتش اللي قبله لأ ابتدى نسبيا بيستعيد سكتوا في نفسه ومستوى تدريجيا صحي طيب سؤس حزم فيه لعيبة كتيرة لما بتيجي نادي الأهلي بتاخد وقت على ما تتأقلم مع النادي بتاخد فترة كبيرة في منهم اللي الإدارة بتصبر عليه وفي منهم اللي الإدارة بتشوف أنه إيه مش موفق فبتستبعده ولعننا طبعا نفتكر تجربة تفلافيو أكيد حضرتك فاكر التجربة دي هل إليو ديانج بيكرر نفس التجربة؟ لأ إليو ديانج بقاله فترة كده متقلق يعني بقاله فترة فايق لأ إليو ديانج لأ لعيب في خط الوسط لأ جامل جدا طبعا والفترة الأخيرة يعني بيشيل ساعات وخط الوسط الواحد يعني ما بيحصل لصابة مثلا حمد فتح طلع قبل كده مع عمر السلابي صاب لأ وهو بيبقى حمد فتحي كمان مبارح عمل ماتش مختلفة آآ لأ والظروف ساعات بتجبر المدرب لما يكون مثلا الأهلي متعادل مثلا فبيضطر أن يشيل واحد من جامه فكرة بيبدأ يقول لك العشكيل عمر رسول الله يشيل الحمد فتحي ويسيب إليو ديانج لإني اللي يقتل بدانية قويسة جدا وده أهم حاجة لمساعدها في فرقها جامل ان هو اللي يقتل بدانية مساعدها جدا هو الفترة أخير ده متقلق جدا يعني مع الأهلي أو الاستعداد لمباراة القمة بقى شايف إزاي في ظل كل هذه الأجواء مباراة القمة السبت المقبل هي طبعا مباراة القمة دي بيبقى لها حسابات مختلفة جدا عن أي مباراة تانية يعني احنا شايفين الفترة دي الفترة دي الزمالك مستوام ومتراجعم إزاي الفترة الفترة السنة اللي فاتت تحديدا استنادي لأ مستوى الزمالك متزبزب جدا يعني النتائج دي لنحنا مساعد ما بدعنا السنة الجديدة أربع مطشات ما كسبش ولا مطش خسر مطشين وتعادل مطشين وخسر كاسماس بطلطة اللي هو البطل بطل بتاعه خسر من بيرمز وطلع من كاسماس بالنسبة للأهلي لأ مستوى أفضل للفترة دي بس طبعا نرجع نقول لأ مطش الكمة دي حسابات تانية أنا ممكن يكون فريق فيق ومتماسك ومنسجم ومحقق انتصارات خلال آخر مباريات خدها لكن في نفس الوقت بيحصل ساعات إن الدنيا بتتقلب والفريق التاني اللي مش مستقر للأداء ومش أفضل حاجة بيفوز في نهاية المباراة أكيد أكيد هو بتبقى حسب الحالة اللاعيبة في اليوم ده وحالة التشكيل وحالة المديرين الفنيين وحالة المديرين الفنيين واللعيبة في اليوم ده حسب الحالة الفنية بتاع chlorبا نفسها والحافز بقى الأكبر هو اللي بيحسم طبعا المطش ده المتوقع عن تكون مطش كبير جدا متوقع الجامد جدا الاتنين عندهم حافز جامد الآي اللي عنده حافز اللي Bana ان المطش ده بنسبة كبيرة لو كسبوا هيحسم بالنسبة كبيرة خلاص يبقى الدور بيقرب منه تاني حاجة ان ده ان حافز ده قبل كاس العلم للأندية برايح كاس العلم للأندية هو عنده نشوة الانصار على الزمالك وجاهز بقى للبطولة الزمالك نفس الفكرة ده بالنسبة له عنق الزجاجة زي ما بيقوله ان ده اللي رجعه للجيم تاني المنافسة بقوة تاني فصلا الفرق اللي هو ده خمس نقط لو خسر المطش ده يبقى فرق تمانية فهو لا لو كسب المطش ده هيرجع خلاص لما فرق نقطتين فهيبقى الفرق يع خلاص يعني رجع للمنافسة تاني فالحافز هو اللي هيلعب اللي هيلعب الدور الجامع الأقوى في حسم المباراة اللي عنده الحافز الأكتر هو اللي هيقدر ان شاء الله يحسم النتيجة المباراة احنا متفقين انها مباراة بدون توقعات وما فيش فيها أفضل